فيما كان المزارعون يستعدون لموسم الحصادة الذي كان من المتوقع أن يشهد وصول العراق إلى الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة للمرة الأولى منذ عقود استعرات النيران فيها وهذه ليست المرة الأولى فقد سبقتها في تشرين الثاني نفق عشرات الألاف من أسماك الكارب التي تعد مصدرا غذائيا وموردا اقتصاديا مهما لشريحة واسعة جدا من العراقيين في نهر الفرات مدرية الدفاع المدني أعلنت عن إحصائية لمجمل حرائق المحاصيل الزراعية في مناطق متفرقة من البلاد خلال شهر واحد فقط تصدرت فيها أراضي محافظة صلاح الدين نسبة دلاع بلغت 94% تلتها محافظة نينوى ب55 حريقا ومحافظة كاركوك ب51 حريقا إضافتان إلى ستة حرائق في العاصمة بغداد وعدد من الحرائق الأخرى في المحافظات الجنوبية مدير الدفاع المدني قال إن الحرائق التهمت أكثر من 17 ألف دونم من الأراضي الزراعية في العراق لكن ما تضرر لا يشكل إلا واحدا بالمئة من المساحات المزروعة هناك إنقاذ لأكثر من 1425 ألف دونم من ال450 التي أشرت إليها لحد الآن استهدفتها هذه الحرائق سجلنا خسائر وأضرار بأكثر من 17 ألف دونم بقليل من ضمنها بعضها مخلوق بين المحاصيل والأعشاب ما تضرر حتى هذه اللحظة حضراتكم لا يشكل إلا أقل من نصف واحد بالمئة قياسا إلى المساحات المزروعة الأمن الغذائي أشار في إحصائية مرعبة عن أعداد سيارات الأطفاء المتواجدة في المدن المنكوبة بالحرائق وقال إن محافظة نينوى تحتاج 600 سيارات إطفاء بحسب المساحة المزروعة والتي تقدر ب6 ملايين دونم أي نصف المساحة المزروعة في العراق تقريبا وما يتواجد فيها أقل من 53 سيارة فقط وتقول مدرية الدفاع المدني في نينوى إنه حسب القوانين الدولية كل مليون دونم يحتاج لألف سيارة إطفاء لتغطي معدل الحرائق المتوقع في كل موسم الأدهم ذلك أن أكثر من 80 سيارة خارج عن الخدمة موجودة في مدرية الدفاع المدني بنينوى بينها 30 سيارة منها يمكن إصلاحها بالمجمل بـ 200 ألف دولار فقط بينما تحتاج الحكومة لـ 320 ألف دولار لاستيراد سيارة جديدة واحدة فقط أي أغلى من ثمن إصلاح وتأهيل نحو 30 سيارة موجودة في المديرية ومع استمرار الحرائق بهذا المعدل الكبير فكل يوم تقريبا تخرج سيارة إطفاء عن الخدمة وتعد هذه مؤشرات خطيرة إذا ما استمر هذا الإهمال من قبل الحكومتين المحلية والمركزية لهذا الموضوع ترى لماذا هذا الإهمال وما المقصود من ورائه